نسمع كابتو محمد يوسف ونرجع لك على طول مع الزمين صراحة عوضة شكرا لك شكرا لك ابتشمير عوضة مرة أخرى أستاذ برج العرب كابتو محمد يوسف بالتأكيد عنده كلام كتير عن هذا لقاء كابتو محمد مبروك الفوز وكان واضح التركيز من قبل مباراة الزمالك على جامع 6 نقاط قبل الصفة اللي جالوا أفريقيا النهاردة مباراة مهمة جدا وفوز مهمة جدا الحمد لله الحمد لله طبعا بمسي طبعا على الكابتو في الستوديو دي أول حاجة تاني حاجة إحنا يمكن محضرين للماتشين دول لأنه عارفين نهما جايين وراء بعضه في اسكندرية وده كان ممكن القرار بتاع الجهاز إن إحنا نظل في معسكر مغلق بعد مباراة الزمالك أيا كانت نتيجة المباراة الزمالك كنا واخدين القرار من أول لأنه قولنا مكسب أو لا قدر الله لو فيه أي اخسارة محتاج أن انت تعمل ريكوفري كواس لعيبة محتاج أن انت تعيش اللعيبة نفسيا في المباراة دي لأن المباراة بتلت نقاط ومباراة الزمالك بتلت نقاط وإنت بتلعب على دوري إنت بتلعب على لقب ما بتلعبش إن أنا أكسب زمالك أو زمالك زي وزي الاتحاد كلها بتلت نقاط فالحمد لله أنا باشكل لعيبة النهاردة مغيرين سبع لعيبة عشان طبعا عندنا من 48 ساعة بس لعبين مباراة مهمة جدا مع الزمالك ومجهود ومطر والأرض كانت تقيلة فالنهاردة الحمد لله بتندخل سبع لعيبة جدا أنا شايف إنه أقدم مباراة كويسة جدا المكسب جيه في وقت حلوة قوي عشان يدي طعم ويدي سكة ويدي أمل ويدي عايز أقول حاجات كتيرة جدا ضغوط على المنافسين إن شاء الله فالمكسب بيجي لك في وقت حلو وقت اللي هو بتاع النادي الأهل اللي معروف عنه دي تسعين وبلس فبشكر جدا كل اللعيبة قدينا مباراة كويسة جدا أنا شايف إنه إحنا ضغطنا بشكل قوي جدا انت عاد يمكن بلعب كنا على هجامات المرتدة لكن أهم حاجة كنا نحل في التلت الهجومي رمضان نزل طبعا عمل فارق كبير جدا صالح جمعة التغيرتين واحد عمل جون والتاني جابه والهدف الأولاني بتاعلي معلول جرالد وعدم الجنب وحط قاله الحمد لله تلات نقاط مهمين جدا وتخلينا نمشي في المشور بدعنا إن شاء الله تلات نقاط ربي ربيعة أحمد فتحي صالح جمعة مكاسب كبيرة جدا للادي الأهل من هذا الوقت طبعا طبعا الحمد لله وياسر بيأكد وعندك برضو نيدفيد رجع من الإقاف عندك جرالد وحسين الشاحات عملوا مبرك وويسة جدا وعندك أزار وبذل مجوه كبير جدا مروان حتى لما نزل بقوا اتنين بيشكلوا سنقي هجومي في البوكس بتاع ندي الاتحاد فقدنا مبرك وويسة جدا اللي عايز أقوله كمان إن علي معلول علي معلول الرجل الوحيد يعني يمكن جي من تخب بلد ولعب ماتشين ماتش مع سويزلند كيس باربعة وماتش مع الجزائر خسر واحد الودي وجي ركب نسافر طيران وجي ركب معانا سافر تاني لسكندرية لعب ماتش الزمال الكامل والنهار ده برضو بلعب كامل فأنا بشكره بشكره بزر مجوه كبير ومتحمل مسئولية بص البطولة البطولة ما بيجيش إلا بصعوبات دايما عشان تطلع على منصة التتويج ودي حاجة عرفة عارفينها النادي الأهلي ومدربين النادي الأهلي ولعب تنادي الأهلي لما تطلع على منصة التتويج دي مش بسهولة فلعبتنا جاهزة ولعبتنا عارفة ده كويس وإحنا بنوصله لهم ده بشكل قوي جدا النادي الأهلي دايما لما بيفوز بالبطولات بيفوز بيها بصعوبة عشان كده دايما هو صاحب منصات التتويج زي ما بلقول مباراة مهمة جدا في أفريقيا والصفر بكرة إن شاء الله على باتنا طائرة خاصة لجنوب أفريقيا شايفوا مباراة إزاي واستعاداتكم لها مباراة طبعا صعبة احنا هنقفل خلاص على طول دلوقتي طائرتنا بكرة إن شاء الله هنتجه لجنوب أفريقيا بريتوريا وقفلنا خلاص الملف الدوري وهنبدأ نركز فيه سانداونز ده قدر لعبت النادي الأهلي وقدر فريق النادي الأهلي إن مهم جدا مهم جدا فريق سانداونز فريق متأهل دور التمانية فرق قوية فرق بتحترم فرق جنوب أفريقيا من الفرق الكويسة جدا 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 بتلعب جيم مفتوح على طول بلعبه بشكل فيه يعني فيه عايز أقول سرعات كبيرة جدا بلعبه رتم سريع عندهم ملعب كويسة وبالتالي ما عندهمش حاجة يتحفزوا يعني ما عندهمش ملعب مثلا عشان يحصل تحافظ أو يدافع أو حاجة أنا شايف الفريق في السانداونز مهم جدا ندرسه بشكل قوي جدا النهاردة رايحنا مجموعة واللعيبة كمان اللي لعبت هتعمل ريكوفري بكرة بشكل كويس جدا عشان نجهز اليوم السابت إن شاء الله وبقرر تاني وبقول إن إحنا مباراة دور التمانية سواء سانداونز الزهاب يوم السابت أو العودة بعدها بأسبوع مبارتين مهمين جدا إن شاء الله مجموعهم نتأهل لدور القابل النهائي إن شاء الله وبالتالي عايز أأكد بشكل كبير مابتدأ من دلوقتي التلت دوار إن شاء الله إن شاء الله بس خلينا نتكلم دور دور يعني دور التمانية أنا بقول فرق كلها فرق قوية جدا وفرق تحترم ولابد إن إحنا ندرس الفريق بشكل قوي عشان نقدر نشتغل معه كويس خيرا عن دخول الكابتن وليد سلاح الدين وكابتن حلم تلان الجهاز ألفاني فريق نادي الأهلي عقب انتهاء المباراة داخل غرق الحلم أحداث بس من شدة العصاب يعني شدة العصاب وليد وكابتن حلم وليد زميل وراجل جميل جدا وإنا علاقت به قوية جدا وإحنا يعني وليد حبيبي وإحنا لعبنا مع بعض جيل واحد كابتن حلم أنا بحترمه جدا وبقدره وراجل منتهى الاحترام وجمه تأسفه لنا وجمه بركلنا بعد المباراة وكل اللي حصل بس إن فيه فرض فيه فرض في الجهاز بتاع سموحة ضرب 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 عشوره هو بيجري عشور كان بيحتفل مع زميله وراجع فحصل لكن بتحصل يعني مش هايزين يدي أمور أكبر من حجمها شادت ملعب لكن الناس جوا متأسف وأنا بشكرهم جدا قدوا مباراة كويسة لكن إحنا كنا أقوى وكنا هدفنا أعلى وكان طموحاتنا والدوافع بتاعتنا أقوى والحمد لله قدنا نطلع بتاعت نقاط ولكن أنا بشكرهم يعني كابتن حلمي راجل محترم جدا ومدربنا وراجل كبيرنا وفي نفس الوقت وليد ده يعني مش عايزة أقولك يعني حاجة جميلة وجيلنا وحاجة محترمة يعني كل الشكر وكل التوفيق شكرا 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 كابتن شمير ده كان لقاءنا مع كابتن محمد يوسف مدرب عام فريق نادي الاتحاد السكندري من هنا من برج العرب بعد الفوز على نادي الاتحاد السكندري بعدها فيه مقابلة شيعة ودريك مرة أخرى واستاذ مصر شكرا صلاح وطبعا الكابتن يوسف في أخصص فرد من الجهاز بتاع الاتحاد مش سموحة يعني سموحة مش في المنعب لكنه طبعا بتبقى فص كرة